تُيَا أَنْ أَنْ أَنْفَنْ إذن حاولو أن تكتبو الجملة أولاً تُيَا أَنْ أَنْ أَنْفَنْ هل لديك طفل؟ ست خابين هل لديك أو لديك طفل؟ هل لديك طفل؟ أو هل لديك طفل؟ جملة أخرى نوزا فون فيني نوزا فون فيني نوزا فون فيني هناك بعض الأخطاء البسيطة يعني عليكم أن تصحيحوها نوزا فون فيني نوزا فون فيني إذن ماذا نقصد ب نوزا فون فيني؟ لقد انتهينا أكسلون لقد انتهينا أو نحن انتهينا نحن انتهينا جملة أخرى جي كوتي ان برسي جي كوتي ان برسي جي كوتي ان برسي جي كوتي ان برسي جي كوتي اتنسيون اكوتي بيان اسمعوا جيدا لفراز الجملة جي كوتي ان برسي ان برسي جي كوتي ان برسي جي كوتي ان برسي إذن ما معنى j'ai écouté un verset أنا أسمع ضجيج لا ليس هذا الاستماع عكسي ليس هذا لا j'ai écouté un verset سمعت صورة ليست صورة وإنما آية verset هي آية دونك سمعت آية سمعت آية من القرآن آية سمعت آية ج'ai écouté un verset أنا أسمع آية attention هنا le passé composé الماضي المركب ج'ai écouté يعني يستعملوا في حدث مضى وانتهى سمعت وليس أسمع دونك سمعت آية ج'ai écouté un verset الآن لاحظوا معي tu as de l'argent هذا البت خاص بالمبتدئين tu as دو لار جن tu as de l'argent إذن ماذا نقصد ب oui excellent زيد هل لديك مال très très bien هل لديك نقود أسمع؟ très bien غزلان هل لديك نقود excellent هل لديك أو هل لديك تو تقالي المؤنت والمدكر donc هل لديك لقد و هل لديك ك أو ك دي دقiat هل لديك نقود أو هل لديك نقود إذن حاولوا أن تكتوبوا الجملة إذن حاولوا أن تكتوبوا الجملة إذن حاولوا أن تكتوبوا الجملة إذن حاولوا أن تسامعوا الجملة و تكتوبواها بطريقة صحيحة نَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَوْنَو لا ليس لدي c'est très bien لا ليس لدي excellent زيد لا ليس لدي إياه هنا إياه لأم دكار ليس لدي إياه donc لاحظوا معي إياه فقط تعود على أم لاحظوا معي الآن لاحظوا هذه الجملة non je n'ai pas d'argent non je n'ai pas d'argent wa non je n'ai pas إذن في الشفاوي لاحظوا معي الآن إياه هو ما معنى إياه يعني إياه هو ليس لدي ذلك الشيء المهم لاحظوا معي إذن في الشفاوي عندما يسألوا أحدكم عندما يسألونكم مثلا tu yad l'argent لا نجيب لا نجيب non je n'ai pas d'argent لأنها تكون ركاقة ويكون تكرار دكار إذن إذا سأل أحدكم سألكم أحد tu yad l'argent نقول non je n'ai pas non je n'ai pas إذن كيف يتم كيف تمت هذه الجملة سهل جدا فقط d'argent يعني الكلمة المبدوعة ب deux deux مع الإسم يبدل ب on ويكتب قبل الفعل إذن الكلمة التي تكون فيها deux أو d'apostrophe معها الكلمة التي تتبعها اسم هذا يسمى preposition يعني حرف جر دكار حرف جر مع الكلمة المصاحبة لها تبدل أو نستبدلها ب on هذا le pronom يعني damir ونضعه قبل الفعل دكار بهذه الطريقة نكون الجمل هكذا تكون الجمل إذن يجب أن يعني صراحة هي القواعد أيضا مهمة جدا في تكوين الجمل بطريقة صحيحة حتى تستطيعون الحديث بطريقة صحيحة دونك لاحظوا معي شيء آخر انتبهوا إلى أمر جد مهم يقع فيه حتى حتى المتقدمين في يعني في الفرنسية لاحظوا معي هذه الجمل tuya de l'argent لاحظوا هنا كتبتوا de l'argent أما هنا كتبت non هنا non je n'ai pas d'argent لم أقول non je n'ai pas de l'argent لاحظتم ذلك إذن لماذا لأنني في la negation في la negation يعني في النفي عندما أنفي الجملة فإن de l'apostrophe أو de la أو du تصبح de d'accord سوف أكتبوا لكم حتى تفهموا جيدا لاحظوا معي عند النفي عند النفي يعني عندما ندخل ندخل نبا عندما ندخل نبا على الجملة إذا إذا كانت لدي في الجملة الغير منفية د يعني كلمة بعدها أو مثلا de l'apostrophe أو مثلا de la عند النفي عند نفي الجملة هذه تصبح ماذا تصبح de أو d'apostrophe الكلمة تبدأ بvoyelle تبدأ بحرف متحرك د'accord لذلك هنا قلنا توا د l'argent لأنها ليست بجملة منفية وهنا نن نن جنبا د'argent لأنها جملة منفية لذلك لم أقول د l'argent إذا قلت د l'argent فهناك خطأ فسيكون هناك خطأ